في ظل الاضطرابات الواسعة التي تعيشها الضفة الغربية المحتلة وما تشنه القوات الإسرائيلية من عدوان يومي بحق الفلسطينيين يكشف تسريب صوتي لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتس إيل سموتريتش عن خطة سرية لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة إذ جاء في التسجيل الذي حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفاصيل لقاء عقده سموتريتش مع مجموعة من المستوطنين قال فيه إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية مشددا على أن الهدف الرئيسي من ذلك هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية وبجانب حجزه أموال الضرائب التي تعد دخلا رئيسيا للسلطة الفلسطينية في رامالله وخصمه 35 مليون دولار أمريكي منها لعائلات إسرائيلية يعمل سموتريتش على نقل للسلطات في الضفة الغربية من خلال انتزاعها تدريجيا من يد الجيش وتسليمها إلى موظفين مدنيين يعملون تحت إمرته في وزارة الدفاع تأتي الخطة التي يعمل عليها سموتريتش في وقت تتوالى فيه اعترافات دول مختلفة بعضوية الدولة الفلسطينية التي تنطوي على دعم مقترح حل الدولتين ما قد يعرقل كافة الجهود الرامية لإخماد الصراع من بعد ركود ويفضي لابتلاع سموتريتش ورفاقه المتطرفين الضفة الغربية كاملة عبداللطيف التميمي تيرتي عربي